لا تنتهي معاناة محافظة البصرة حيث الفقر والبطالة يزيدان ترد واقع المدينة المنهار أصلا المدينة التي كانت تسمى يوما في نيسيا الشرق تقول وكالة رويترز إنها غارقة بالمخدرات وسجون المدينة التي تعتبر من أغنى المحافظات بالنفط مكتظة بالمعتقلين المتهمين بطعاطي وتجارة المخدرات خمسون إلى ستين شخصا كما يوشير تقرير الوكالة يجري اعتقالهم أسبوعيا بتهمة الطعاطي وتجارة المخدرات حيث أن سبعين بالمئة من المعتقلين عاطلون عن العمل وفي مقابل اعتراف الحكومة بالمشكلة المتفاقمة التي أثرت سلبا على المجتمع الغاضب أصلا ذهب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإلماح دون أن يصرح إلى مشاركة ميليشيا حزب الله اللبنانية في تهريب المخدرات إلى العراق بالقول إن المخدرات يتم نقلها من الأرجنتين إلى بلدة عرسال اللبنانية لتنتقل بعد ذلك إلى سوريا وصولا إلى العراق في المخدرات مثلا وهي ظاهرة كبيرة تحاول أن تأتي من الأرجنتين إلى عرسال تنتقل عبر سوريا تدخل العراق وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات ويتم استغلال الشباب وكسب أموال هائلة على حساب حقيقة هذه القضايا مثله كما يقول العراقيون كمثل من يضع إصبعه في عينه حتى لا يرى الحقيقة الواضحة التي تحرجه أمام حليفته إيران التي زارها لاحقا وقدم تسهيلات وصفقات لها وصفها الرئيس الإيراني بالنعمة ضاربا بعرض الحائط تأكيدات سابقة لقائد شرطة البصرة رشيد فليح مفادها أن 80% من المخدرات تأتي من إيران أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني من هذا المنبر أدعو دراسة موضوع تغليد وتقوية الأحكام بحق التجار وأطالب بقوة إنزال عقوبة الإعدام بحق التجار الكبار وليس الأحكام العقابية الموجودة الآن التي تبيح له فترة من الزمن أن يعد ناس آخرين تجار صغار إلى ويغادر السجن هذه العقوبات المشددة يقول مراقبون إنها كانت موجودة قبل عام 2003 لكن الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران ألغتها ليغرق العراق وشبابه لاحقا بالمخدرات ويصل إلى ما وصل إليه من الترد والتباعية ترجمة نانسي قنقر